انطلق المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الذي تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يشارك بالمنتدى عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ويعد مبادرات التصق مع سعيد الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشترك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نظم البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية تجارة البيئية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك في نسخته الأولى وذلك خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الجاري حراثنا كبرلمان العربي أن تكون لدينا مبادرة عربية للدفع بتكتل عربي اقتصادي مهم ينافس أو يكون في مستوى متوازي مع التكتلات الاقتصادي الاقليمية الأخرى فالوضع العالمي وضع متغير ووضع خطر يجب على الجميع أن يكون مستعد له يأتي المؤتمر اتصاقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكمل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البيئية بما يعزز روابط الاقتصادية والابتماعية بين الدول العربية المنظمة العربية الإدارية النهاردة نكون أن يبقى في شراكة بينها وبين البرلمان العربي لمناشط المواضيع الخاصة بالزراعة والتنمية والاقتصاد للدول العربية فشيء طبعا إذا دل فيدل على الحراق الاقتصادي المفترض في المرحلة الموجودة تكون على مستوى وكافة الدول العربية المؤتمر يهدف لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية وفي ضوء أيضا تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخليا وخارجيا تجعلها تطلق في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها